بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الصغار عزيزتي الصغيرات سأعيد بلقائكم من جديد هذه المرة مع سلسلة من الدروس خاصة بمراجعة المكتسبات السابق إذن جميع هذه الدروس خاصة بها الحلقة لها علاقة مباشرة بمفهومين وهما مفهوم الحق والواجب إذن قبل أن ندخل إلى تفاصيل هذه الحصة لا بد أن نذكر بالعلاقة بين هذين المفهومين مفهوم الحق ومفهوم الواجب إذن عرفنا في درس الحق والواجب أن هذين المفهومين بينهما علاقة تلازم كل منهما يستدعي الآخر فالحق يستدعي الواجب والواجب يستدعي الحق إذن علاقة تلازم نعطي مثالا للتوضيح تشاهدون في هذه الأيام أمام المحلات التجارية صفا من الزبناء ينتظرون دورهم لاستفادة من خدمة المحل وبين زبون وزبون مسافة الأمام إذن هؤلاء الزبناء لهم الحق في الاستفادة من خدمة المحل وعلى صاحب المحل واجب ما هو هذا الواجب واجب تلبية طلبات الزبناء إذن تلاحظون أن هناك فعلا علاقة تلازم إذن بعد توضيح هذا التلازم بين المفهمين اخترنا في حصة مراجعاته أن نشتغل على وضعيات من صاميم المعيش اليومي أو الواقع اليومي للمتعلم لكي تكون الفكرة واضح إذن مع الوضعية الأولى بعنوان حقي في الترفيه من العنوان يتبين أننا في صاميم حقوق الطفل إذن قرأ النص الوضعية حلت العطلة الصيفية قررت قررت أسرتك قضاءها في مكان ما بعد المناقش الطويلة مع أفراد الأسرة حاولت إقناعهم بالسفر إلى مكان تفضله فاستجاب أفراد الأسرة لرغبتك بالإضافة إلى نص الوضعية حاولنا وضع مقتطف من حقوق الطفل المادة 31 للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية مع الوضعية وضعنا صورة لمصطف جبلي وهو مصطف استفاد مع نواحي مراكش وهو من المصطفات التي يرتادها السكان بكثرة إذا انطلاقا من نص الوضعية ومن مقتطف حقوق الطفل ومن الصورة المرافقة للوضعية سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية السؤال الأول أذكر مختلف الحقوق التي تجسدها هذه الوضعية إذا نلاحظ أن أفراد الأسرة بعد نهاية الموسم الدراسي اجتمعوا لتحديد الوجهة التي سيرتادونها لقضاء عطلة الصيف واخترنا نموذج أسرة يسودها التعايش والتفاهم والانسجان ليس هناك طغيان وليس هناك غلب لفرض على آخر إذا ما هي هذه الحقوق التي تجسدها الوضعية دلا شك أن هذه الحقوق هي الحق في التعبير عن الحاجات والرغبات إذا لاحظ أن الطفل في الوضعية يعبر بحرية عن رغبته في الاسطياف في مصطف جبل الحق في الاختيار تجسده أيضا أو يجسده نص الوضعية كل أفراد الأسرة لهم الحق في اختيار الوجهة أو وجهة السفر الحق في الحرية أيضا والحق في الاختلاف الحق وباقي الأبناء لهم رأي إذن يحترم هذا الحق السؤال الثاني أستخلص من الوضعية ما إذا كان قضاء العطلة في المكان المفضل حقا أم واجبا إذن قبل قال عندما شرحنا علاقة التلازم بين انفهوم الحق وانفهوم الواجب نضيف فكرة أخرى أن حقي هو واجب الآخر تجاهي وحق الآخر هو واجب تجاهه نعطي مثالا واضحا أنت في القسم تطلب المشاركة إذن من حقك المشاركة في الدرس ولكن من واجبك أن تنتظر دورك أو أن تطلب الإذن إذن هناك علاقة التلازم بين الحق والواجب إذن حقك هو واجب على الآخر الذي هو الأستاذة وواجب الأستاذة أو حق الأستاذة هو واجب واجبك تجاهها هذه فكرة ثانية عن علاقة التلازم بين المفهومين إذن لكي نجيب على السؤال الثاني استخدمنا دائما إذا كان قضاء العطلة في المكان المفضل حقا أم واجبا انطلاقا من هذا الشرح يظهر لك أن قضاء العطلة في المكان المفضل يعتبر حقا وليس واجبا السؤال الموالي ما هو واجب الأباء انطلاقا من الوضعية تجاه الأبناء لاحظوا أننا قلنا قبل قليل أن الأسرة التي اخترنا كنموذج هي أسرة يسودها التعايش ويسودها التفاهم إذن ما هو واجب الأب والأم انطلاقا من الوضعية تجاه الأبناء واجب الأباء انطلاقا من الوضعية تجاه الأبناء واحترام آرائهم وتلبية رغبتهم ولكن متى كانت معقولة إذن تلبية الرغبات مقيد بشرط وهي أن تكون هذه الرغبات معقول السؤال الموالي هل التمتع بالحقوق في البيت والأسرة يعفيك من القيام بواجبتك علل جوابك إذن أحيانا في بعض الأحيان فرض من أفراد الأسرة يريد أن يتمتع بحقوقه دون أن يؤدي واجباته ولكن هل التمتع بالحقوق يعفيك من أداء واجبتك بطبيعة الحال الجواب لا كما أتمتع بحقوق داخل البيت والأسرة علي القيام بواجبتك نعطي مثال هذه الواجبات الملقات على عتقك في البيت مساعدة أفراد أسرة في الأعباء المنزلية الحفاظ على نظام البيت إلى آخره إذن علي القيام بواجبات جوجة أسرتي لأنني مسؤول عن تصرفاتي أمام جميع أفراد أسرتي ننتقل الآن إلى الوضعية الثانية كفى من حوادث السير إذا لاحظوا انطلاقا من العنوان أننا أمام مشكل يستدعي الحل في طريقك إلى المدرسة استوقفك مشهد حوادث السير مروعة فقررت أن تشارك في مجلة المدرسة بموضوع تحسس به أصدقائك حول قواعد السير الخاصة بالراجلين وسائق الدراجات إذن هذا مقتطف من تقرير وطني حول عدد ضحايا ضحايا حوادث السير ارتفع عدد ضحايا حوادث بلادنا ارتفاعا مخيفا بين القتلى والمعطوبين والجرحى وصارت التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأفا لا تطاق فليحترم كل منا قانون السير لينجي نفسه وينجي الغير إذن اخترنا صورة مرافقة لنص الوضعية وهي صورة طفلة ضحية من ضحايا حوادث السير صدمتها دراجة نارية إذن طلاقا من نص الوضعية والمقتطف من تقرير الوطني والصورة سنحاول إجابة على الأسئلة التالية انطلقا من نص والصورة اكتب موضوعا تحدد فيه أولا الكيفية التي يعبر بها الراجلون الشارع مستنتجا السلوك السليم والخاطئ لكل واحد منهم هذه وضعية مألوفة لدى جميع التلاميذ بمجرد خارجينا من المدرسة إلا ونلاحظ سلوكات خاطئة وسلوكات سليمة إذن سنحدد هذه السلوكات في الجواب سؤال الثاني القواعد التي تمنح سائق دراجة حقوقا تحميه من أخطار الطريق وواجبات ينبغي عليه اتباعها للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين إذن الطفل إما أن يكون راجلا أو راكبا ضراجا له حقوق وعليه واجبات في الطريق السؤال الثالث على الأقل إذن تحدد على الأقل التصرفة التي يتعين على التلميذ والتلميذ القيم بها أثناء عبور الطريق لضمان سلامتهم إذن سلامتي وسلامتك مرتبطان بالسلوك السليم في الطريق إذن ما هو الجواب على هذه الأسئلة الثالث إذن اخترنا أن يكون الجواب عبارة عن صياغة عن نص حتى تتعود التحدث باللغة العربية من المشاهد التي تحز في نفسي كلما وقفت على الرصيف إذن الطريق له رصيفان رصيف أيمن ورصيف أيصر لأعبر الطريق من ممر الراجلين إذن ممر الراجلين لا شك أنكم عرفت إشارات ممر الراجلين في درس سابق لأعبر الطريق من ممر الراجلين مشهد هؤلاء الأطفال الذين يعبر بعضهم الطريق في خط مائل إذن لاحظوا هذه الطريق بعض الأطفال يعبرون الطريق في خط مائل إذن هل هذا السلوك سلوكا سليما وآخرون يعبرونه دون أن يلتفتوا يمينا ويسار إنها سلوكات خاطئة تجعل أصحابها عرضة للخطر وقد تكلفهم حياتهم في بعض الأحيان لاحظوا المختطف من تقرير الوطن حول الحوادث لا يقتصر الأمر على الراجلين فقط بل حتى الأطفال راكب الدراجات الذين يسيرون بسرعة جنونية غير مكترتين بالمرة فعل هؤلاء احترام قواعد السير وإشارات المرور لأنها تمنحهم حقوقا تحميهم من أخطار الطريق إذن إشارة المرور في الطريق لماذا تضعها وزارة أجهيز لتحميك من أخطار الطريق لنعطي مثال احترام حق الأسبقية احترام حق الأسبقية في تقاطع الطرق إذن طريق كبير وطريق صغير إذن على راكب الدراجات وسائق الشاحنة والسيرات احترام حق الأسبقية في ملتقى الطرق من أخطار الطريق ومن واجباتهم ارتداء القبعة الواقية أو ما يسمى بالخودة إذن لماذا يرتدي راكب الدراجة الخودة أو القبعة لتقيه من الصدمات حتى إذا صدمته سيارة أو شاحنة فإن الصدمة تكون خفيفة لحماية أنفسهم من الصدمات القوية وتجنب التهور في الصياقة إذن معظم الحوادث يكون سببها هو التهور أو الصرعة الجنونية للحفاظ على السلامة وسلامة الأخير والتزام أقصى اليمين والتزام أقصى اليمين ما هو أقصى اليمين هو هذا الاتجاه أقصى اليمين إذا راكب الدراجة عليه أن يلتزم هذا الخط وهو أقصى اليمين ليحمي نفسه من الحوادث لذا إذا لاحظون التلميذ يوجه نصائح لزملائه لذا أهيب بجميع التلميذ الحرص على ماذا؟ على احترام قانون السير أثناء عبور الطريق ما معنى احترام قانون السير؟ احترام إشارات المغرور تجنب التهور في السيق عبور الطريق من ممر الراجلي ممر الراجلين تجنب اللعب وسط الطريق وهذا سلوك خاطئ اعتاد عليه الأطفال عند خرجهم من مدرسة فإنهم يلعبون في وسط الطريق تقل الآن إلى الوضعية الأخيرة نصائح ذهبية نصائح ذهبية أثناء فترة الاستراحة لاحظت في ساحة المدرسة أحد زملائك يرمي بقشور الفواكه وببقايا الطعام في الساحة ويدوسك المساحات الخضراء بقدمي المساحات الخضراء الموجودة في فضاء المدرسة غير مبال بنتائج تصرفتي هذه فقررت أن تنصح لاحظوا أن فهم الحق والواجب انتقلنا به من البيت إلى المدرسة حاولنا وضع هذا الرسم في الوضعية لماذا؟ لأنه شعار اليوم العالمي للبيعة ثم اخترنا مقتطف من النظام الداخلي للمدرسة تعرفون أن النظام الداخلي للمدرسة هو عبارة عن مجموعة من البنود عبارة عن مجموعة من القواعد قواعد السلوك السليم الملزمة لكل من يوجد في المؤسسة حتى العاملين في المؤسسة إذا انطلاقا من نص الوضعية ومن الصورة المرافقة لها والمقتطف من النظام الداخلي سنحاول إجابة على الأسئلة التالية انطلاقا من النص والرسم قدم لزميلك نصائح تبين له فيها لتلاحظ أن زميله قام بسلوك خاطئ عندما رمى بقشور الفواكه وبقايا الطعام في الساحة على مرأة من زملائه إذا قدم له مختلف الحقوق الأساسية التي يتمتع بها في المدرسة إذا كلنا في المدرسة نتمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية واجباته في المدرسة وتقديرها والالتزام بتطبيقها لا يكفي أن نتعرف الواجبات ولكن يجب أن نلتزم بتطبيقها ضرورة احترام النظام الداخل للمدرسة وتطبيق بنوده إذا انتقل الآن إلى الأجوبة عن هذه الأسئلة وفضلنا أن تكون عبارة عن حوار بين التلميذ الذي قام بالسلوك الخاطئ وزميله الذي سيوجه له هذه النصائح الذهبية إذا خالد صاحب النصائح الذهب يوسف أراك لا تكترت بنتائج ما تفعل يوسف وماذا رأيتني أفعل خالد ألم ترمي قشور الفواكه وبقايا الطعام في ساحة المدرسة وكنت تدوس المساحات الخضراء بأقدامك ألم تقدر نتائج أفعالك يوسف وما العيب في ذلك إذا لاحظوا أن يوسف يعتبر أن هذا السلوك سلوكا سليما خالد أراك تستهين بواجبتك ولا تحافظ على مرافق المدرسة من التلوذ ولا تحترم العاملين بها رغم ما تتمتع به من حقوق يوسف وعن أي حقوق تتحدث إذا لاحظوا هنا سنجيب على الحقوق التي تتمتع به كل متعلم داخل المؤسسة خالد ألا تتعلم في هذه المدرسة؟ إذا لاحظوا الحق في التعليم الحق في التعليم وهو حق مكفول لجميع تلامدة القسم الحق في التعليم نعم ألا تحظى بحق الحماية؟ حماية من الأخطار إذن الحق في الحماية الحق في الحماية ألا تشارك في أنشطة المؤسسة؟ إذن أنشطة المؤسسة أو الأنشطة الموازية من واجب أو من حق كل تلميذ المشاركة فيها إذن الحق في المشاركة لاحظوا أن هذا الحق قلنا سابقا أنه مظهر من مظاهر ممارستك لموطنتك داخل المدرسة إذن ماذا تقدم مقابل ذلك؟ لنعود إلى علاقة التلازم بين الحق والواجب إذن التلميذ صاحب السلوك الخاطئ يتمتع بمجموهات الحقوق وحقوق أخرى ولكن لا يؤدي مقابلها الواجبات الملقاة على عاتق خالد يجب أن نحافظ على مرافق المدرسة إذن ضرورة المحافظة على مرافق المدرسة هذا واجب واجب المحافظة على مرافق المدرسة مرافق المدرسة منها الأقسام منها القاعة المتعددة الوسائط ومنها المرافق الصحية إلى آخره وتجهيزات هالموضوع عرهن إشارتك نعم هناك مجموعة من الجهيزات تكون موضوع عرهن إشارة التلميذ ومنها أدوات الهندسة ومنها وسائل التي استعمل الأستاذ في مادة أو في مكون النشاط العلمي وأن نبتع عن كل سلوك عن كل سلوك يلحق الأدى بزملائك وبالعاملين بالمؤسسة من السلوكات الخاطئة أو السائدة بكثرة داخل المؤسسة ظاهرة العنف ظاهرة العنف والشجار بين تلاميذ المؤسسة وغالباً ما تخلف هذه السلوكات الخاطئة أدى أو أعطاب ربما لا تشفى يوسف أجل إذا لاحظوا الآن التلميذ بعد تأنيبه من طرف زميله الآن سيقر ويعترف بأنه قام بسلوك خاطئ أجل الآن عرفت أنني أقوم بسلوكات خاطئة ولا أقدر نتائجها لماذا يقوم بها سلوكات خاطئة؟ لأنه لا يقدر نتائجها السلبية ولا ألتزم بالتعليمات الخاصة بالسلام إذن في النظام الداخلي الذي أشرنا إليه سابق النظام الداخلي خاص بالمؤسسة هناك مجموعة من قواعد السلوك تلح على السلام إذن هل هذا التلميذ التزم بها أم لا بطبيعة الحال؟ لا خالد خالد صديقي يوسف الآن وقد اعترفت بأخطائك أدعوك إلى الحرص لاحظوا هذه النصيحة الدهبية التي يوجه له صديقي يوسف الآن وقد اعترفت بأخطائك أدعوك إلى الحرص على احترام النظام الداخلي للمدرسة والحرص على أداء واجبتك في تقدير واحترام للآخرين إذن يوسف تلميذ في المدرسة في علاقة بالآخرين إذن هذه العلاقة يجب أن يسودها الاحترام الاحترام المتبادل كيف باحترام واجبتك قبل أن تطالب بحقوقك إذن انطلاقا من وضعيات الثلاث أرى أن علاقة الحق بالواجب قد أصبحت واضحة بالنسبة للجميع وأؤكد من جديد على علاقة التلازو علاقة التلازو لا يعقل أن تطالب بحق دون أن تؤدي الواجبات الملقاة على عاتقك إذن علاقة الحق بالواجب لا تطال فضاء البيت فقط بل تطال فضاء البيت والمدرسة والشارع إذن كما تطالب بمجموعة من الحقوق في البيت عليك أداء الواجبات الملقاة على العاتق كما تطالب بمجموعة من الحقوق في المدرسة عليك أن تؤدي الواجبات الملقاة على العاتق وكذلك بالنسبة لفضاء الشارع إذن هكذا نكون قد أنهينا حصة المراجعة لهذا اليوم أتمنى للجميع رمضانا كريما وشكرا للجميع ترجمة نانسي قنقر